الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء الثلاثون في سلسلة أفلا تذكرون الله سبحانه وتعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الله غفور لكم أيها البشر على إلحادكم وكفركم رحيم بكم على الرغم من أنكم لا تعترفون بهذا الخالق والخطاب للملحدين على الرغم أنك تنكر هذا الخالق الرحيم فإنه يغفر لك ويهيئ لك أسباب الاقتناع وأسباب الإيمان هذه الحقائق أيها الأحبة لماذا يضع الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي كونه كل هذه الآيات يضع هذه المعجزات في الكون وفي النفس وفي كل شيء في الماء هذا الماء الذي نشربه ولا نشعر بقيمة هذا الماء كيف تشكل كيف سخر الله الظروف المثالية لدورة الماء لتشكل المطر ونزوله من دون أن نشعر ولم نطلب ذلك نحن أيها الأحبة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أيها الأحبة سنتحدث اليوم عن أهمية الجبال في نزول المطر الجبل له تصميم معين مناسب لتشكل الغيوم سبحان الله الجبال تلعب دورا مهما في تشكل الغيوم ونزول الأمطار ويقول أحد الباحثين لولا الجبال على الأرض لتحولت كرتنا الأرضية إلى صحراء قاحلة أشبه بكوكب المريخ تصوروا أيها الأحبة قبل قليل كنت أتأمل أو كنت أبحث أو كنت أتساءل كم مرة ذكر الماء في القرآن الحقيقة عندما بحثت في برنامج إحصاء القرآن وجدت أن كلمة ماء ذكرت في القرآن طبعا كل ما يتعلق بالماء الماء ماء ماءها إلى آخره الكلمات الماء في القرآن ذكرت 63 مرة ماذا يذكركم هذا الرقم؟ هذا الرقم رقم أنا بالنسبة لي رقم جميل جدا يعبر أو يشير إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله لهذا الحبيب عمرا محددا هو 63 سنة نبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة وكأنني ألمح ومض إعجازية من وراء هذا التوافق الرقم العجيب بين ذكر الماء في القرآن 63 مرة وبين حياة هذا النبي التي استمرت 63 سنة كأن الله يريد أن يقول لك إن تعاليم هذا النبي مهمة لك أيها الإنسان مثل الماء هل تستطيع أن تعيش من دون ماء؟ كذلك لا تستطيع أن تحيى الحياة السعيدة المطمئنة إلا إذا التزمت بتعاليم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحقيقة أيها الأحبة القرآن العظيم يبين لنا أن الجبال مهمة جدا لنزول المطر في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن آلية نزول المطر غير معروفة كانت طبعا أيها الأحبة قبل 14 قرنا كان الإنسان ينظر إلى الغيوم وإلى الأمطار كظاهرة غريبة ترتبط بالآلهة فكانوا ينسبون البرق إلى الإله زيوس مثلا وكان هناك أصنام يصنعونها تسمى آلهة المطر يسجدون لها يعتقدون أنها هي التي تنزل المطر كان الناس يلجأون إلى الطقوس والتوسل بالآلهة لتنزل عليهم المطر من السماء كان الناس في أوروبا حتى عهد قريب ينظرون إلى المطر أنه رزق تسوقه الآلهة لهم قبل مئات السنين فقط ولكن عندما جاء الإسلام قبل 14 قرنا أنار لنا الطريق صحح المعتقدات ألغى هذه الأساطير والخرافات وتحدث عن المطر ونزول الماء من السماء كظاهرة علمية بحتة هذه روعة القرآن أيها الأحبة لماذا أنا أقول للملحدين أرجو أن تقرأوا هذا القرآن لا تذهبوا إلى روايات تالفة في كتب التاريخ وتنقبوا عن قمامة هذا التاريخ والأخطاء التاريخية والروايات المكذوبة وتنبشوا هذه الروايات التي ما أنزل الله بها من السلطان ثم تقولون هذا هو الإسلام لا اقرأوا القرآن لدينا في القرآن 6236 أي أنت إذا كنت تريد أن تكون منصفا علميا ينبغي أن تقرأ هذا القرآن كاملا لا تأخذ منه آيتين فقط وتسيء تفسير هذه الآيات ثم تقول هذا هو الإسلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إذن أيها الأحبة الله تبارك وتعالى وضع قوانين محكمة خاصة بنزول المطر هناك آيتين في القرآن الكريم أرجو من كل إنسان مشكك أن يطلع على هذه الآيات أحد الملحدين قال لي ذات مرة أنا لم أكن مع النبي في غار حراء عندما نزل عليه الوحي ولم أشاهد جبريل عليه السلام عندما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكن في ذلك الوقت عندما كتب القرآن ما الذي يدريني أن هذا الكلام صحيح ببساطة أقول له ولكل من يدعي ذلك اقرأ القرآن هذا هو الجواب نحن لا نقول لك أغبض عينيك وآمن وسلم كما تقول كثير من الديانات لا ينبغي أن تبني إيمانك على العقل والمنطق والعلم آيتين آيتان في القرآن تتحدثان عن السنن الكونية والقوانين الإلهية وأن هذه الظاهرة الظاهرة نزول الماء هي مقدرة أي محسوبة وفق قوانين ويستخدم القرآن كلمة قدر مثال يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون الآية 18 وأنزلنا من السماء ماءا بقدر ما معنى بقدر إذا فتحنا القرآن نجد مثلا قول الحق تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي هناك قوانين محسوبة وسنن كونية وقوانين فيزيائية مقدرة عملية التقدير توحي لك بوجود نظام في هذه الظاهرة الظاهرة نزول الماء وأنزلنا من السماء ماءا بقدر فأسكناه في الأرض هناك مياه موجودة في الأرض عذبة منذ أكثر من مليون عام موجودة تحت في الأرض ولم تفسد ولم تفسد بياه عذبة أيها الأحبة اكتشفت حديثا وإن على ذهاب به لقادرون إذا دققوا معي وأنزلنا من السماء ماءا بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون أي قانون فيزيائي من القوانين التي تحكم الكون إذا تغير ربما يذهب هذا الماء إذا تغيرت كثافة الماء فقط ذهب الماء تبخر كله إذا تغيرت خاصية موجودة في الماء وهي أن هذا الماء عندما تنزل درجة الحرارة يتقلص حتى الدرجة أربعة زائد أربعة تحت هذه الدرجة يتمدد سبحان الله على عكس كل السوائل لو أن هذا القانون غير موجود لأن الماء بقي يتجمد يتجمد عندما تنزل درجة الحرارة ويتقلص ويتجمد فإن هذا سيقضي على بحار الدنيا ستصبح كلها متجمدة وستموت الأسماك والكائنات البحرية وستختفي الحياة على الأرض إذن الله عندما قال وإن على الذهاب به لقادرون لو أن قانون واحد تغير لذهب هذا الماء عنك أيها الإنسان الآية الثانية تقول والذي نزل من السماء ماءا بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون أنشرنا يعني بث الله فيها الحياة والنبات والأشجار هذه البذور التي تبقى في الأرض لألاف السنين أيها الأحبة ألاف السنين تبقى بعض أنواع البذور كامنة لا حياة فيها عندما ينزل الماء تجدها تنبت سبحان الله شيء عجيب وكلمة بقدر تدل على وجود قوانين إذن نستطيع أن نقول أيها الأحبة إن القرآن هو أول كتاب يلغي الأساطير ويبعد الخرافات عن أقول الناس ويضع أساساً علمياً لهذه الظاهرة ويضيف لها أيضاً أن الجبال لها دور مهم في تشكل الغيوم ونزول المطر فالجبال أيها الأحبة تشكل جزءاً مهماً من البيئة الأرضية وتلعب دوراً مهماً في التوازن البيئي لها دور كبير في كثير من الظواهر أهمها نزول المطر وما يسمى بدورة الماء النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لم يكن يعيش في بيئة ذات أمطار وغابات وبحار وأنهر كانت البيئة جافة بيئة صحراوية هذه البيئة الصحراوية لا يمكن لإنسان يعيش فيها أن يتنبأ بوجود علاقة بين الجبال وبين نزول الماء وهذا دليل على أن كل كلمة جاء بها هذا النبي الكريم هي من عند الله تبارك وتعالى عندما تسوق الرياح ذرات الماء المتصاعدة أو المتبخرة من البحار تساهم هذه الجبال في رفعها وتوجيهها لذلك الجبل له شكل انسيابي مخروطي مناسب لصعود ذرات الماء أو جزيئات الماء المتبخرة إلى مسافات أعلى الجبال تعمل تعمل مثل رافعات لهذه أسطحها تصميم السطح الخارجي للجبل يعمل مثل رافعة تساعد على دفع تساعد الرياح على دفع جزيئات البخار المتبخرة لتتكثف في أعالي الجبال وفي طبقات الجو على يعني أكثر من 3000 متر طبعا أيها الأحبة قمم الجبال غالبا ما تكون مغطا بالثلوج لماذا معظم أيام السنة لأن تصميم الجبال يعني الجبال يعمل كمصد للهواء ينزلق على سطحه هذا الهواء ويساهم في في هذا الشكل الانسيابي للجبل هذا الشكل الانسيابي أيضا يساهم في تسريع تيارات الهواء المحملة ببخار الماء وهنا تتجلى حقيقة علمية كشفت عنها البحوث الحديثة تقول بأن الجبال لها دور في تشكل الغيوم ونزول المطر حتى إن أعذب أنواع المياه وأنقاها نجدها في الينابيع بالقرب من هذه الجبال وأنتم تعلمون هناك أنواع غالية جدا من الماء تعبأ من ينابيع في جبال مرتفعة كلما كان الجبل شاهقا أو شامخا أكثر كلما كان الماء أكثر عذوبة وألذ ومستساغ المذاق لقد رصد العلماء حركة الرياح وهي تحمل ذرات بخار الماء من سطح البحر تبدأ الحركة أفقية هكذا حتى تصادف أي جبل فتصطدم به وهذا يؤدي إلى تغيير مسار الرياح باتجاه الأعلى وبالتالي نجد أن قمم الجبال العالية تتجمع حولها الغيوم وتغطيها الثلوج يعني أحيانا طيلة أيام السنة وبالتالي كلما كان الجبل أكثر ارتفاعا كلما ساعد ذلك على نزول كمية أكبر من المطر أو من الثلج حيث يذوب هذا الثلج ويتسرب عبر طبقات الجبل ومساماته حتى تنفجر الينابية شديدة العذوبة أيها الأحبة مياه الينابية تمر بمراحل تسمى مراحل فلتر أو تصفية عبر طبقات الجبل فالجبل العالي جدا يعني الذي يرتفع مثلا أكثر من ثلاثة ألاف متر نجد أن هذه الثلوج عندما تذوب وماء المطر عندما ينزل عليه يمر عبر مسامات هذا الجبل ويعمل هذا الجبل أفضل من أي محطة تصفية مياه أو تنقية مياه عرفها الإنسان تصوروا كم لدينا اليوم من تكنولوجيا رائعة وتكنولوجيا متطورة لا يستطيع الإنسان أن ينتج ماء شبيها بالمياه العذبة الموجودة في ينابيع قرب الجبل لا يستطيع طبعا أيها الأحبة يقول الخبراء إن الجبل يعمل كأفضل محطة تنقية عالمية وطبيعية ورخيصة وآمنة سبحان الله يعني الشيء غريب والله أيها الأحبة يعني هذا الماء يمكن أن نسميه ماءا عاقلا كيف يتسرب وتتم تنقيته ويتم إذابة بعض الأملاح والمعادن لتأخذ طعم لذيذ مستساغ معروف الينابيع القريبة من الجبال أو بعض الجبال المرتفعة طبعا أيها الأحبة العلماء يؤكدون أنه لا يمكن للإنسان مهما بلغ من التقدم العلمي أن يقلد هذه العمليات التي تتم عبر الجبال بسبب تعقيدها القرآن العظيم يحدثنا عن تنقية المياه ودور الجبال العالية في ذلك في نزول المطر وفي تنقية الماء يقول سبحانه وتعالى دققوا معي أيها الأحبة وجعلنا فيها الحديث عن الأرض وعن نعم الله تبارك وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات رواسي يعني جبال مرتفعة عالية شامخات عالية وأسقيناكم ماء فرات الآية ذاتها المرسلات 27 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات ربط بين الجبال العالية شامخات وبين الماء الفرات وهو المستساغ المذاق طيب من يستطيع أيها الأحبة أن يربط هذا الربط العلمي الدقيق في ذلك الزمن من يستطيع يا أحبة في الله أن يعني يعني مثال هناك علاقة بين نسبة ارتفاع الجبل وكمية الماء المتدفق من الجبل أيضا فكلما كان الجبل أعلى كانت كمية الماء أكبر وأكثر نقاوة وكان مذاقها أطيب ولذلك من كان يعلم هذه الحقيقة في زمن النبي ليربط بين الرواسي الشامخات وبين الماء الفرات لم يقل ماء عاديا لم يقل ماء طهورا ماء المطر هو ماء مطهر لا يجوز أن تطلق هذه الكلمة على مياه الينابيع لأن الينابيع تكون فيها نسبة من المعادن مثل الحديد وغيره نسبة من الأملاح أملاح الكاليسيوم وغيره ونسبة من الغازات أيضا غاز الأكسجين وغازات أخرى منحلة فيه كل هذه التركيبة تعطيك الطعم المستساغ ما معنى فراتا أي مستساغ المذاق لذلك أيها الأحبة يعني أنا أود أن أختم هذا اللقاء كعادتنا بتأمل هذه الحقائق العلمية ودعوة أحبتي في الله أن نتذكر ونخاطب كل إنسان مشكك القرآن يريد لك الخير الله تعالى وضع لك أدل في الكون وأنبأك عنها في القرآن وهو ليس مضطر جل جلاله ليس بحاجة لأن يقنعك قادر على أن يخلقك إنسان مبرمج وانتهى الأمر ولكن من إكرام الله لك أيها الإنسان أنه أعطاك هذا العقل لتفكر وتحلل وخلق لك هذه الآيات الكونية وذكرها لك في القرآن أيضا انظروا ثم بعد ذلك يأتي من يقول لا يوجد دليل علم على وجود خالق للكون لا يوجد دليل علم على أن القرآن كلام الله إذن من أين جاءت هذه الآيات القرآن أيها الأحبة فيه آلاف المعجزات العلمية والله معجزة واحدة كافية فكيف إذا كان يعني يزخر بهذه العجائب لذلك أرجو من كل إنسان مشكك أن يطلع على القرآن بإنصاف ولا يلتفت إلى تلك الروايات التالفة وإلى الناس الذين يشوهون الإسلام لا اذهب إلى من يعطيك الصورة الواضحة لهذا الدين الحنيف نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من هذا العمل وأن ينفع به من يشاء من عباده إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر